اشتركوا في القناة مش كل حاجة البني قدم بيعوزها في الدنيا ربنا بيضيها له بس شمعني الخلفة بالزاد اللي ربنا حرمي منها كان ممكن يحرمني ملاقيها حاجة تانية بس يسيبني خلف اسمع نصيبي حبيبي بس انا نفسي في ولد اجبر اراكل قوي سافر يا سيف سافر يا ابني واحد نفسك على دكترة دكتور واثنين الطب تقدم واكيد حيلاقوا حل لحالتك دي الكسرة والنحبات اللي فيهم ملاعينها من اي حاجة حتى لو الطب تقدم رحلتي واحد في الالف يا حبيبي لو واحد في المليون ربنا قادر على كل شيء يشفيك وي رجيك لا تحبني لا تحبني لا تحبني لا تحبني لا تحبني شركة مكينة تاني برس انت يا غبي اللي اسمك عواضين انا مش اقلت متالف مرة ما حد الشركة مكينة تول ما انا مش موجودة انت يا شيخ غري ما بتفهمش دي عربية الاستاذ رافت مدرس العربي جارنا ونسي حاجة وطالع اجيبها ونازل على الطول اطلع يلا يا غبي ندع له بسرعة اجيه انا اسف انا نسيت الموبايل وقولت اطلع اجيبه وانزل بسرعة وانا مالي اتحمل ليه لا تجي تنسيانك قولت لحياتك انا اسف ما حصلش حاجة لا حصل وطول ما انا مش موجودة هنا ما حدش يفكر بس يهوا من حيات مكاني المكان لحياتك بتتكلمي عليه ده مكان في الشارع يعني مش مكانك اصلا احنا اللي زوقيا مننا سايبين وحديتك تركني فيه زوقيا منكم لا ده غصب من عنك ورجلك في قراءاتك لا 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 هديك زوتية قوي مش عاجبك اغبخ دماغك في الحيات راجل غابي صحيح طب انا مش هحرك العربية وليه كلام مع الراجل بتاعك تعالي هنا زفت عارف لو ليت حدرك المكاني تاني مرة هقطع خبرك وحديك بالجذب على افك فهم حاضر يا سف الهانم حول الله رب عمارة كلها اخبية لو سمحتي تندهيلي المقدم هشام نقولوا مني فاندو انا رأف اتجاركم ثانية واحد الله 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 ده انت جيت اهو والله بقى انت جاي تسبقني على بيتي بيه عشان تشتكيني لو سمحتي باب المناقشة تقفل معاك باب المناقشة ولا حتى باب زويلة ارجو انك تراعي ان انا واقف على باب بيتكم والله محدش قالك تجي بيتي ايه ده في ايه مفيش يا حبيبي اصلوا راكم ماكانيو زعلان اني بعجبه هو التهزيل اللي انا اخدته قدام باب البيت قدام الجيران قدام بنتي الصغيرة وقدام البواب داع تاب ورغم ذلك انا اتأسفتلك والله لازم تتأسفه رجلك فور عابتك عشان تبقى عبرة لبقية العمارة شاهد يا شامبيه انا بعد اذنك انا حامل محضر في الاسم خشي جوا يا منال لا خليه كده يروح يعمل محضر في الاسم ويريني ازاي حيخرج من الاسم اسيسا مبس بقى يا منال انت بتتشاطر علي انا بدل انا دخولي حقلي منه بطل بقى دوا ضعيف الشخصية اخرسي اخرسي يا شيخة خرم عليكي انتي ايه خشي جلوها انا بس يا دنامت يزعليش عشان خطري اهلا يا عمي اهلا يا سيف يا ابني دك حماتي ان شاء الله تسلم يا ابني دك يا سام كمالكو عدين كده ريه لا ابدا يا ابني اصل انتو حشتونا قولنا نيجي نزوركم فاي هاي انا جاي مرهب جدا جدا مش شغل كان بو يدعت معاكم بيت بيتكو يا عمي ها ايه زوال خير استنى يا سيف يا ابني عايزك في كلمتين خير انت مزع المرتك ليه ايه ايه اشتكتلك الحقيقة ما اشتكتش ولا حاجة بس فتفاضت لما ميتها فتفاضت لما عايزها بس انا بقى ما بحبش حد اتدخل لبيني ولا من مراتي ايو بس انا بو وانا جوزها وكلمتين تمشي عليها شارعا القانونة ومن الاخر كده انا محبش حد اتدخل في مسائل الشخصية يا ابني انا بعمل للمصلحة ومتهال ان انا كبير وفاهم مصلحة كويس وخلينا نشوفكم اسبوع الاخير هاهاهاها اكبال اينزلت بموعد kitty واصلت بخبارة رجلسلة ييكون مرطب يا جلالة يوناء اصداب انظريieux غا acquaintام طهر ماذا دعواجين الل صنصف أمين يا ربي يثم يا هادم اخبينا أستاذ طهر أخيراً ما أفقوا عليها لنتضرب في جوردان جديد ولو فلحت عايقيني فيه وأبقى شعر وصح في قد الدنيا ربنا يكرمك يا لأو شوفك شعر كبير كده زي أحي المنشاوي قوله أمين يا ربنا نقول يا أدم مين يا أحي المنشاوي أنا أفعل ذلك ولا أعرف مبروك يا طهر وربنا أنت من أدم تستهل كل خير لأنك سو بيوتفول ومن جوه فيري كليل ده العشان برضه صح واسمه إيه الجوردان ده يا طهر اسمه لا اسمه يا شبح بطريقتك نو حبيب وده طبعاً جوردان معارضة أنت عارف يا صاحباً أنا مليش غرف المعارضة أدور على المعارضة فين؟ وفي ضهراء على طول وش إيه وضهر إيه؟ أنت مزهيتش من السياسة دي؟ مزهيتش من قلة القيمة الحبس والضرب والكلام ده كله؟ أقول لك إيه ما أنت مشفهل هيجي يوم عليك أنت أقول إذاك وهتقوله والله كان عندهم حق وطول عمرنا معاهم معاك حق يا لأ طهر وبعدين انت قاد ملك يا لأ بتقتم عليك كده ليه ملك يا لأ نا ده طار ده حبيبي أنا باخد قد معاه في الكلام يعني حبيبك طوان يا معلم ألف مبروك ربنا يا كريمك يا رب واشوفك كده زي أولادي مبروك يا طبع بدأ يفليك عرض حبيبي يلا كفارة ايهاف تقوبة يا جدعان يعني كده على فين؟ هروح الغرداء الطهارة بتاعتها تقوم بعد ساعة عند هلف هلف؟ اصلي مراتي البولندية جاء ومصرف رحلة على جاية عندها ايه كفار لاشهار؟ يعني عندها امراض الشيخوخة بيد عنك وجاية مصر تتعالج يعني ادعو لي بقى كده ربنا يكرمني واخدها عشان لا 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 ليه كده يا عم كده؟ يا قدم عشان تخلص واورسها واتجاوز واحدة تانية واصرف على الاولاد والعجلة تمشي وانعمل مبادئ حبيبي قلبي اشوفوشك على خير قادم هتوحشك يا صاحبي يلا مبروك يا طار حبيبي ليت يا صاحبي سي سوء اذا كان سي ويا سلام يا مينا يلا سلام يا حبيبي بصراحة بباكي مع حق فكرة الرهبانة دي يا نانسي كانت هتبقى هروب هروب ازاي يعني تحبف ربنا يا ستي ما قلناش حاجة بس انت مش دارية انت كت في ايه انت وريتينا لويل الفترة اللي فاتت كان عندك انكر لي موجو بشكل غريب دي بتفكريني بس لازم تفتكري وتعيشي حياتك على الاساس ده من النهاردة ما تعمليش بقى زي النعامة وتدفيني راسك في الرمح انا بعمل كده ايوا بتعملي كده بس لما بتديت يتستوعي بالحقيقة خفتي وكنت عايزة تهربي حتى موضوع الرهبانة ده كان هروب بصي زي بنات عندنا كده فجأة يتصيدنوا فيكرروا يلبسوا الحجاب بعد فترة يحسوا انهم تسرعوا بصي مش عايزة افتي انا عرف ان الرهبانة دي مسئولية كبيرة اللي تاخد القرار ده لازم تبقى متأكدة منه مليون في المية عندك حب طب يا ترى عندك كمان لك تنعدة مش عارف انا كتل اللي انا عارفة انه جوه حشني ايوا وحشني لتركة ان يبكت بساعات بحس انه عايش بس الساعات تانية اول ما بعايد وما لاقيش ايده بتمسح دموعي زي ما عودني بتأكد انه مت راح بس هيفضل عايش جواي مارفة انا ساعات باسحب للنوم بحس اني شمر ريحته كأنه كان حوالي احساس طبيعية نانسي انت كنت متعلقين ببعضة قوي بس خدي بقى نصيحة من صاحبتك ما تخديش اي قرارات الفاترة دي غير لما تكوني مقتنعة بيها بدل ما تورطي نفسك في مواضيع ترجعي تندمي عليها بعدين بس انا مش هارفة ارجعيش زي الاول صدقيني بصي الشغل هينسيكي كل حاجة اشغلي نفسك بالشغل مع الشغل ان شاء الله كل حاجات عادي بالذات مش حافظه سابع مرة تقولي بالذات مش حافظ اي حاجة ولا مذاكر وبعدين ايه الخط اللي انت كذب ده خط ايه ده ايه اللي انت كذب ده كذب رشتة خش خش بابا بول نواش خش خير يا عامر حصل ايه خيرتني موت يا صبر خيرتني موت اقبل ما اشوف اليوم ده بعنهاية فيها خيال ما تتكلم ما تقلقناش دهاردة يا ادم خدت بقى لابو عمري اكتشفت الحقيقة عرفت الخدعة الكبيرة اللي كنت عايش فيها من زبان خدعت ايه ما تفهمنا ابويا وابويا وابويا خدعنا كلنا انت ساعة ده بساعة عزرية يبص فيها يقول انشي من هنا والتاني يقول انت انا اصاب والتالت يقولي انا حبلغ الموليس ليه يا صبر ليه انا مش عارف افرح من ساعة مات ولد ليه ليه مش عارف اعيش عاوز اعزب يوم حلو في حياتي ليه بس لا انا مش ضعيف انا عرفين منكم كلكم انا مش ضعيف لا يا صبر انا مش قيلك يا شر انا مش قيلك يا شر انا مش قيلك يا شر خلاص مش قايلك يا خليد يا خويا يا خلق جرال ايه ده ما انا عليك جاني قوميا بنشوف ايه اللي دخلوا المطبخ ده تختلية عايزة كله امها الهات يا خلاصك شكراً لكم خمسك هيا يا سمية تقوط كافر يا عم؟ اغسى عليه يسعر بالله موسى خلطة مياه في اللي في عمرو ده يا خناي أصغر الله اسفر الله عزيم يا رب خرشوا جواه مياه خرشوا جواه مياه يا حاول… أنا بتنبني عدم عازيم ما سبتني أيم ما سبتني شاونا يا أهو أنا عايش كمير عايش كمير أنا تلاتي سعى السعى البلس بتاع التأبوي سعى البلس أنا سعى بلس بتاع التأبوي ليس عايش ليس عايش اوه اوه مالك انا ساقعي 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 خلينا اخوكم خلينا اخوكم والله يا ابني دخلت لها مرتين قدامك وهي رفضت قبلك زي ما انت شايف انا عارف ان غلطت في حقها بس هي اللي بدأت وغلطت فيها معلش يا هشان هي عصبية شوية بس العصبية لازم يبقى ليها حدود ولا ايه ما توصلش انها تطول لسانها عليها وقدام الناس كمان معلش هي حساسة زيادة عن اللازم حساسة اوه انت متعرفيش بنتك اوه يا طانط بنتك قلبها جامد وما عندهاش رحمة وما بيهمهاش اي حد وبتتنطط على كل الناس لدركة انها نسيت نفسها وبدأت تتنطط علينا كمان ابوها الله يرحمه هو اللي عملها العقدة دي هي كانت مغرمة بيه وبدتوا العسكرية ومكانته ما انت عارف كل حاجة طيب ايه المطلوب منه انا دلوقتي يا طانط انا جاي اصلح ومش عايز مشاكل خير يا شامبي جاي ليه وعايز ليه بعد اللي انت عملته معايا ان شاء الله لا عايش مانال تعالي قودي تفاهمي مع جوزك انا حاسبكم مع بعض عن اذنك يا شامبي فاضلي يا دونت على فكرة ان انا عملته ده اي راجل محترم كان هيعمله مع امراته بعد اللي انت عملته تضربني بالقلم يا شام قدام الناس؟ وكسر دماغك كمان لو حصيتلي لحظة واحدة بس انك انت بتستقلي بيا انا طيب اه لكن لو حصيت ان حد ممكن يستصغرني هدوس عليه بالجزمة ما تصحيش الشيطان اللي جواي يا مانالي انا اول مرة تسوفك كده انت اللي تلتيني بكده معايني بحكمك قوي ونفسقش معك في هدوق من غير المشاكل انا اللي بجيبي المشاكل اولا انت يا شام طيب نروح على عمارة ونسأل العمارة شقة شقة واحنا لاعرف مين اللي بيحب المشاكل زي يعنيه تلعمارة كلها حفظك وحفظة صوتك ناس تانية يا شيخ يا شيخ حرامة قالك مش بكافيك اللي انت عملتوا في قدامهم ولو ما لم تيش نفسك معايا قدامهم هعمل فيك اكتر من كده انا مجلوني انت لسه مش عارفاني وانا مش عايز عايزة واحد لجلون زيك يعني يعني طلقني بايشة واضح ان الغرور والعظمة واكلينك على الاخر انا عسيبك يومين تلاتة تريحي وتهدي خالص وترجعي على بيتك من نفسك انتي وبنتك ولو ده ما حصلش يا منال قسما عظما هتشوفي مني وش عمرك ما شفتيه في حياتك انت بتهددني؟ اه بتهددك وما تخلنيش افتري عليك بسلطتي اللي انتي بتعشعيها عن اذنك انا مستنيكي في بيتك وما تتأخريش كده برضه يا خالي عايزة ما قوت نفسك وتسيبنا الناس اتسمي هي ايت ادم عايش في اصدقك ومش حاسي بنفسي قلت رايح نابسي بقى وغور بنقول شكوا علشان انت تتغضوا لها بس فوق غور فينا يا خالي وحدش تاكى منك يا خالي وبعدين ده انت الخرور بارك ما يا خالي انت خالي حبيبي هدي قلتها خالي يعني عويل يعني مش لها الشغل يعني زمن بيجري جنبها ده وانا مش اتلحق عاجة منه خاص هتلحق يا خالي هتلحق بطل بقى الكلام ده طب قللي قللي اللي انا اكبر منك في السن بس كده اوقات بحس انك ابويا مش ابنك دي حاجة غريبة تعرف يا دي خالي يا اساس خالي يعني انا برضو بحس ان انت سايح حمادة حمادة مين يا قال حمادة ابني ان شاء الله يا ربنا سعيدك وتتجاوز وتجيب حمادة ان شاء الله تعرف يا ادمي على قد ما انا كنت حزين ومكسور على قد ما انا فرحت اقوي مش معنى اخي فرحت اقوي هبي احلى حاجة في الدنيا وبيبقى احساس جميل اقوي لما بتبقى عايش وحسط ناس وحاس ان هما بيحفوك ويخافوا عليك من هوا الطاير يا خالي انت تتكلم جد ولا ايه انت لسه دلوقتي انا عارف ان احنا بنحبك وننسى يخال لما اختشدنا على كتفك وتنزل توضينا مدرسة وانا لما كنت تنزل تدافع عني لما تخنم على العالة في الشارع طب تصدق وتؤمن بالله خالي انت رو كان حصول لك حاجة وكتابل لك كنت قلعت في نفسه وراه يا ضعياتي يا ضعياتي يا ضعياتي يا ضعياتي يا ضعياتي شو يا ضعياتي يا ضعياتي اتبقى تكامشة مش هموت هفضل على قلبك كده اما هلسيب مونيكا مين مونيكا مين دي يا خالي مونيكا مين دي يا خالي مونيكا مين هفضل يا خالي تتعرف على واحدة عن نت اغرس اغرس وانا عشان قلتلك انت قد ابويا هتنصحني كمان انا هروح له موضوع الساعة باصحة بيعتين شوكور الله الشرط بصراح يا خالي بقى انا هحس ان حوار مونيكا ده اشتغالة بقى هتلاقي رجل بيشتغلك في الاخر رجل بيشتغلني؟ طب ايه رأيك يا ادم لو طلع رجل بيشتغلني المرة دي بقى هاخد جير كمبانزين وفع التفاضي وقلع في نفسي عشان محدش الحقاني حلوة اوي اني لقيت كنتو الاتنين مع بعض بص يا ادم مش احنا صحابه اخوات اه واكلين مع بعض عيش ومدح عاصل طوي ده ايه بقى يا ادم ايه ده ايه اللي جامل حاجات لي عندك خيالك ما يجيش عندي السايبر تاني يا ادم بيقعد يتكلم نسوان ويقلع ويلبس ويعمل حاجات غريبة كده وده مكان اكل عيش مش كبارية انت بقى لك انت استحمى اقلع البس تمالك دي شبكة عن كبوتية ويتواصل ابتماعي انت ليك اجارك وبس انت مقجر شقة مفروشة ايه عم عامل ده مكان اكل عيش برضه بص يا ادم العامل خاطر عشانك انت وديني قلتلك وانت تصرف سلام سلام امي الله كسبك كسبتنا يلا 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 يطلع البس ولا تستاهل خلاص يلا يلا بصراحة يا جامعة موضوع اننا سكن انا والعروسة مع عمي في الشقة اتفاشكل ايه؟ يعني حنسكن فين؟ اتفاشكل ازاي مرزوق اصلا انا اخواتي البنات ليهم مرس في الشقة من ابويا وتخنوا النهاردة معايا وسخنوا الحج علي انتو عارفين بقى المشاكل العائلية داية ما بتخلصش اه انا بالاول مش متفاعل بالجوازة دي ليه بس عم عميل انا كل غرض يتسطر انا وبنتك يعني ايه؟ الجوازة بازت؟ لا لا سامح الله يا مؤادم هو كل الموضوع بس ان الترتيب هيتغير ترتيب ايه ان شاء الله؟ انا اتفقت مع اخواتي البنات وجوازهم انهم يشتروا نصيبي في الشقة يعني وبالفلوس اللي هاخدها منهم هقدر ادفع خلوه رجل واخد شقة جرقه دي الله يعني هنسكن لوحدنا يا مرزوق؟ طبعا يا بطة وانت يا علم اللي بيسكنوا لوحدهم ولا ايه؟ عم خدتنا يا عم الله يا مرزوق خش جوابت طيب يا ابني وام اخواتك جاهزين بتامن الشقة دي؟ لا يا عم معهم شو ولا مالين معهم شو ولا مالين هم اللي هتدفع الخلوه ازان ورزوق ما وهم هيدخلوا جمعية مع خلتهم وادم ولما يقبضوها يدوهاني وقدر بقى ساعة تاكيب شقة محندقة كده واللي بقى عليكم علينا ازاي يعني؟ يعني انا هجيب الشقة وانتو شطبوها ويفرشوها وفي عرف مين بقى ده ان شاء الله؟ في عرف الظروف يا خلتي ياما هو يقصد يعني نخلي شوية عليه وشوية علينا وهي هتمشي يعني يا ابني العرف بيقول ان العريز بيجيب الشقة ويفرشها ونص الفرش عليه ونص الفرش علينا اعم امين بس يعني انت عارف الحالة ضنك هي ضنك عليك لوحدك يا ابني ما هي ضنك عالكل عالكبير قابل الصغير طب يا جماعة انا عندي حل انا جيب الشقة واشطبها وانتو بقى افرشوها حلو وانا مش طالب منكم فرش كتير يا جماعة انتو هتقودة نوم ومطبخ حلو يا ابن استنى حلوة 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 ايه؟ بيقولك قط النوم والمطبخ يابا قط النوم انت هتجيبها وانا هتجيب المطبخ وانت هتجيب فلوس المطبخ من ايه؟ يا ابا ربك بيرزق يا ابا خليها على الله بقى ماشي يا عمامين ونعمة بالله يا ابن حلوة ونعمة بالله يبقى نرى الفتحة يلا يا ابا ارى الفتحة يا ابا ما ترى يا ابا امرنا لله يا ابا اين؟ عم زغروطة بقى سمعنا زغروطة صاب ولا اقولك خلي الزغروطة دي عندل انتهى 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 وشمال انتهى واحدة تريدك اريدك اطلق انا احتاج منتقالة انا اطلق اطلق انا احبط انا اريدك اطلق 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 شبطان. مرحباً يا رجالي. أنت كذلك. أعتقد أنه سيكون مدفعاً. أنا أحاول. لا يجب أن تحاول. كل ما تفعله مجموعة. ويجب أن أقول أنت مجموعة عربية. شكراً. شكراً. ما أنت خبارك يا سيف؟ الحمد لله يا عمي. مضغوطين كالعادة. بس اليومين دول بقى مضغوطين أكتر. ما أنت عارف الأحداثة اللي بتمر بيها البلد اليومين دول. كل مشاكل البلد فوق كتاف أمن الدولة. بقول لك يا سيف. أنت بتحب شغلك ولا شغلانة بتاكل من أعيش والسلام؟ بقى كل من أعيش. ما أنت عارف يا عمي إن أبوي اللي أرحمه مات وسبنا مصطورين. وبعدين بالنسباري أنا مش شايف نفسي بلير في أمن الدولة. تعرف يا سيف. طب بتفكرني بأبوك اللي يرحمه بشبابه. فعلاً اللي خلف ماتش. كان نفسي العيل ولاد عمك دول اللي يطلعوا زي أنا. بس الخايبين بتلعوا بحيطة تانية. ربنا باركلك فيهم. بس أنا عايز أقول لها حدك اللي حاجة. كل واحد في الدنيا دي. ربنا أسام له المكان المظبوط اللي يبقى لايه عليه. وأعتقد برضو إن هو يعني أسام له المكان المظبوط. كلامك مظبوط يا سيف. بس أنت عارف لأني ليه سألتك سؤال ده؟ ليه يا عمي؟ عشان تقدر نعمة اللي أنت فيها. وتعرف إن أيامك في الشغل بتعدي جميلة جداً. لو ما لحقتهاش وروحت في دوشة الشغل هتعدي منك. مش فاهم أزر حضرتك. شايف الموبايل ده؟ كان زمان ما بيبطلش رن. وأول ما طلعت معاش بالأسبوع والشهر. ما حدش بيسأل علي. ياه. الدرجة دي؟ واكتر. السلطة ليها يا بريك. أول ما بيروح الناس الحمنيك بتروح معا. شيء غريب أوي. ينهر اسوخ ومنيل على سنينه السودة. سنينه السودة؟ هو مين ده يا خيال؟ الواد محمود علي بتاع المنتخب. جاله عقد احتراف بعشرة مليون دولار. إلهي يصرفهم على مرضه. يا سيدة يا رب. إيه ده إيه ده؟ إيه السواد والحض اللي في قلبك ده؟ إيه الكلام ده يا خيال؟ إزاي ياخد مبلغ زيه ده؟ مال مين اللي ياخده؟ أنا مثلاً. أنا محترف فقر. أعوذ بالله. إيه يا ودي السواد اللي في قلبك ده؟ هو يعني كان كان لها بالسهل؟ ولا تولد في بوقه معلقة دهب؟ أكيد تعب وشيئي لغاية ما وصل اللي هو فيه. وبعدين أكيد وراه أسر وعائلات بيأكل من وراه عيش. إنت إيه يا أخي؟ طب يعمل زيه وموقوس بدل ما تحقد عليه. إيه؟ مبسوطة يا أختي انت كمان؟ كمالي فيه لوك لوك بعد موقوس دي؟ مش عارفة ليه يا ودي قدم كده؟ ما تلعتش لعب كورة ولا مطرب. بدل ما انت حلوة قاعد لنا في البيت كده. لا مع البركة بقى في القفل الجنبي ده. بنا كريمه كده وشد حلوي بقى لعب كورة قد الدنيا. بقولك إيه بكرة ده هيبقى فرخة بكشك. تهاجري لإيطاليا؟ من إنت التفكير ده عندك؟ من دلوقتي. بس يا ماما، أولاً أنا سفري لإيطاليا ده هيفدني في كاريري جداً. تاني حاجة بقى هيبعدني عن كل اللي بيتعبني. عن ذكرياتي اللي بتوجعني. عن نفوس الناس اللي اتغيرت وبقت كلها تعصوا. عن الأخلاق اللي اختفتوا بقى مكانها الصوت العالي والدراع و اللي تحترامك كبير. أنا مش عايزة تسجن في أفكار متخلة فأنا عايزة عايش حرة. حرة؟ حرة يعني إيه؟ هو إحنا كنا من ربيك ونكبركو عشان في الآخر تمشي وتصبونا. هو ده الكلام اللي قال عليه ربنا. أخوكي شريف قال الكلام ده من عشر سنين. وراح كندا ومارجحش. دي حتى المكالمة ما بقاش يعملها. هو ده جاساتنا اللي احنا ربناكم وكبرناكم. يا ناس قدروا الموقافي. أنا ما بقيتش مستحملة عيش هنا. ده اسمه هروب. وبعدين ماله هنا. ده بلدنا اللي عاش فيها أجدادنا. وسكنت مهرجلة شوية. ده مش معناه أننا نخصمها ونسيبها ونمشي. تبت المنوعد فيها يا حاببتي ونحاول نحل مشاكلها. أنا لسه هحل مشاكل. أنا عايزة أعيش وانجح وتقدم وانسى كل أحزاني اللي هنا. وأبوكي وأمك. اش هتبطيهم من حساباتك؟ ولا هتنسينا مع أحزانك؟ طيما تيجوا معي. احنا لنا ايه هنا؟ اوعى اسمعك تقولي الكلام ده مرة تانية. البلد دي بلدنا. ولو لفينا العالم كله ودورنا. هنعيش في أي حتة براها مواطنين درجة تانية. أعيش مواطنة درجة تانية وأنا حقوقي محفوظة؟ أحسن ما بقى بنت البلد وأنا مش عارفة حقوقي ولا لقياها. لأ وكمان ابن بلدي بيفتري علي وبفتري عليه. ليه يعني؟ البلد دي زي ما فيها ناس وحشين قوي. فيها ناس كويسين قوي. وإذا كنت مش شايفة الحقيقة فانت حرة. الأرض دي أنا حربت علشانها. وحموت فيها. وإذا كنت جيل ملكوش انتماء ليها. فالغربة كفيلة تعلمكم إمتها. إيه رأيك بقى يا شلانس بشغل الفنادق ده؟ سبع لجوم يا إكس الأرج. مايب عليك؟ يديني العيش بقى من عندك؟ نا. خد واحد بس. بخلص وبخلص وبخلص قوي. بتخلص شوارك. بقول لك يا معلم. ما عايزك تفكك تماما من اشتغالة خالي اللي عنيت دي ومونيكا ها؟ ليه يا شلانس؟ ليشتغالة وحفة وخلق ده بصراحة نمرة 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 يا. الراجل شاتله هاتجنن يا معلم. ده حبها بجد وعايزة سفر لها شرم الشيخ. إيه إيه؟ والله. يا راجل. وعمليني. إيه ده؟ لأنها جاعة المفضلة. عايزة سفر لها شرم الشيخ الباشا. وعملينها في البيت مندابة. فكت بقى من الحوار ده. بس أنا لو فكتني الراجل حياتعب. ولو تعب ممكن ينتحر. ولو انتحر حيموت شهيد الحب يا معلم. مالكش انت ده بس يعمل زي ما بقولك وانا حصارح بالحقيقة. يا خصارح. يعني مو من اللي تشوفي. كل. أنا مش فاهم انت ازاي تقبالي على نفسك كده. يعني عمليه يعني. أزعل بابا مني. تضحي بالإنسان اللي انت بتحبيه. عشان ما زعلش بابا منك. مش بس كده. ثم الفيء تاني. أنا فكرت بعقلي. ولقيت ان اللي بحبه ده مش هيقدر يعمل لي حاجة. وكمان مش هيقدر يحقق لي أحلامي. عايزة عريس جاهز يعني. العريس ما يبقاش عريس جلا ما يكون جاهز. مصلحجية يعني. لأ. أنا وقعية. والعريس اللي بابا جايبهولي مصيري أحبه. إيه ده؟ هو كمان بابا جابلك عريس. أه ابن واحد صاحبه. بس غاني موت. انت بعت نفسك بالفلوس. أنا عايزة عايش مبسوطة يا عليا. بابا. وحشتني. زيك يا ناس ما حاببتي. الحمد لله. فيك وقيسة. كله تمام. تفضل يا بابا. هم. انتم عاملين ايه كلكا؟ الحمد لله تماما. يا طبرة عجبتك عربيتك الجديدة؟ طحفة مرسي جدا يا وبا. على ايه حاببتي بس ايه وهي تجري بيها. أصلي يعني مش معقول. انك هتبقى عروسة بن شاكر المسيري. وتبقى رجبة عربية أقل منك. انت برضو بنت منيي برشد. يعني مش أي كلام. وطول يا حبيبتي ما بتسمعي كلامي انا هديك يا عناية وعلى فكرة انا عينتك عندي في الشركة بمرتب عشر تلاف جنيه في الشهر وممكن تستلمي شغلك من بكرة مرسيك انت يا بابا رب ني خليك ليا على ايه روحي انت بنتي حبيبتي ويا تارى بقى ام النضال والكفاح مش نوية تياعل بقى من عقلة وزي الفلة هون انت لعقلة ولا زي الفل انت بس بيتيقلك هو ليه حضرتك دايما عايز تجبت حريتي وما تخلينيش عبر عن نفسي لان اسلوب تعبيرك غلط وده يوديك في ستين ده لكن لو هقلتي وشغلتي مخك وعرفتي فين مصلحتك ممكن تكسابي اكتر من كده بكتير انا مع الحق مش مع المكسب ومتهيقلي ان اللي بيبقى مع الحق هو اللي بيكسب غلط في زماننا ده اللي بيكسب هو اللي على حق عشان تعرف انك طيشة وما تشفاهم حاجة عصر عصر تحكب رأيب عليك كده انا القاعد من الصوح بقى ليه اربع ساعات شوفي اربع ساعات بنت الساعة بجنيه ونص وقال بتين سجير كوكو بوكسة بعشرة جنيه يبقى ستة وعشرين جنيه يعني لو بفتح كنز دلوقتي كان زمانه تفتح افتح الكاميرا عشان خطري بص واحدة واطلع نام افتح الكاميرا يا منتشر ازلاني مترددة وانا مضطرب افتح بقى افتح عشان خطري غنيلي حاجة للفنانة لا تشيفا سوما ومندلها الوردي حكاية جيل ورا جيل ورا جيل كلهم استنيين تفتح الكاميرا يا فشل افتحي بصيلي حاجة لبين افتح الكاميرا اساسي بصيلي حاجة لبين منتصدي افتحظ منتصدي وprendن خطيق دقيق ادي الجنمية اه كشان ما تبصش يغرر شيء افتح الكاميرا بيت حلو الفيناله اه ها حلو الفيناله حلو عايزة يعنى طب انا عايزاك تهلال البنتالون بايا فبتك حكاية جيل وعلا جيل البنطلونة يا بيت وحياتي عندك يا مورا وتفتح الكاميرا وافتح الكاميرا وافتح الكاميرا هاي طمك أجازي يا مورا او ماي جاد كوريلا افتح الكاميرا افتح الكاميرا خلاص صبيحة هتطلب ايه تاني بقى هالعيه افتح 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 جاهز جاهز يلا يلا هفتح افتح يا بيت اهو تنور يا بيت وحكاية جيل وعلا جيل وعلا جيل وعلا جيل وعلا جيل تفضل يا سيادة المستشار شكرا يا سيتي بشيفة ان شاء الله افتح 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 يا ابني يا ابني مفيش حد كامل والكمال لله واحده بس وبعدين دي مراتك احرف افتباعها وحاول تتعايش معها على ده الاساس حاولت والله العظيم حاولت بس للأسف عيبها بيزيد يوم عن التاني لدرجة انه خنقلة وبجد ما بقتش لقيله حل يا اخي انت بس بطل عصبيوته يا جديد ويخليك حناين شوية معاه حناين؟ يا بابا انا عارف منال اكتر من حضرتك منال قلبها جامد اسية مفترية ما بتفكرش غير في نفسها وللأسف الحنية معاها بتمرحها اكتر هو من الطبيعة انك تكون عارف منال اكتر مني لانك انت جوزها اللي معشرها والله يا بابا على قد معشرتها كايني معرفهاش انا محتار مش عارف اتعامل معها ازاي خليها على الله وربك هو الوحد بس سبحانه وتعالى الله حيقدر يحل الموضوع ده ونام بالله يلا بقى قوم نام واضح انك مورهاك وشكلك هالكان من اول نهار هالكان بس يا بابا ده انا معتول والله اسمع بقى انا همشي يلا تسمع على خير طب طب اقول لحضرتك ايه يعني كل واحد فينا قاعد في شقة الواحد وما تيجي نبات مع بعض ونسلي بعض لا 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 يا حبيبي انت عارف ابوك كويس قوي انا استحالي يجيني نوم بره صريري يا سيادة المستشار ما قلتلك مئة الف مرة تجوز ولا ما نفسكش بقى في اله اتجوز ايه ودي احشان ما تبص لنفسك وخلص مشكلتك انت القوي ايوا صح اقول لك يا سيادة المستشار اوعى تتجوز نصيحة من ابنك اوعى تتجوز نهائي استحالي واوعى تكون واحدة اسمها مناق انا بقول لك او لا لا يلا الله محمد رسول الله اتفضل ساعاتك اتفضل خلاص يا خيال انا اسف اعرف ان اللي انا عملته ده ممكن يبقى جرحك قوي بس انا انا كان لازم اقول لك الحقيقة كان لازم تعرف حقيقة حقيقة تم تغدع خيالك تليف على مونيكا بلقريق وتروع لها البيت فاتتني ان انا اقول لها ما تفتحيش بيتك لحد غريب اده ويه قلتوا مخل قلتوا مخال يا خل ما فيش حاج اسمها مونيكا صدقني والله العظيم ما فيه حاج اسمها مونيكا مونيكا دي تبقى كريم صاحبي وأنا بهايدي كدام كدام آدم انت بتدرخ يا انتك عن خلق علشان تليف عنها برضه انت فاكر ايه فاكل خالك ده عبيد وزاججو بريالا ما تقولش كده يا خال بس انا هقولك بقى دلوقتي اللي هيخليك تصدق هقولك بقى بقى ماريت ايه وريني الدبوس كوكازيا نيازي خال والله العظيم انا كنت بهزر معاك وحيات ربنا كنت عايز اسلي وحدتك بس مش اكتر ومتخيلتش ان الموضوع هيكبر معاك اوي كده تسليني ولا تتسل بيها هل تلعبني ولا بتلعب بيها بديها تعمل فيها كده اذا كنت ابني بتفوانه وبتصحيني انا فوق فوقت ادم تتسليني وتتسليني وحكت بتعبتش فيها خالة خدا خاف عليك يا خالة وحكت كنت كنت بحلة فينا كنت رأسي بها في دماغة حكتان يا قرص كنت رأسي بها يا زعاد حسني ومنعش بتخيل أبداً في زعاد حسنة تبقى بها حبيبي آدم الحق يا آدم ايه؟ الديسي اللي تشك في لسانه عمالي عاكس هنا في الرايحة والجاية ومحدش قادر ينمه ديسي